لم تصل إلى المستحقين بل إلى أياد الباطشين هكذا هو حال أغلب المساعدة المقدمة من المنظمات الدولية إلى اليمن تقرير استقصائي كشف جانبا من فساد يجري في التمويلات الدولية الموجهة لليمن خلال فترة النزاع ووصولها إلى أياد ميليشي الحوثي عبر منظمات وسيطة وموظفين مقربين منها أو تابعين لها وبعض العاملين في المنظمات الدولية أو في مكاتبها باليمن التقرير الصادر عن منصة ذرودريك لمكافحة الفساد والاحتيال كشف عن وجود تضارب في الأدوار بين مسؤولي بعض المنظمات العاملة في اليمن وتلقي بعضها تمويلات كبيرة دون الإقرار عنها بشكل صحيح وبحسب التقرير الذي استند إلى بعض الوثائق أشار إلى وجود صلاة محتملة بين بعض تلك المنظمات مع الحوثيين في ظل التخادم والفساد المشترك لم يكتفي التقرير بما كشف عن ممارسات الفساد في تلك التمويلات المشبوهة بل طالب بإجراء تحقيقات معمقة لمراجعة أداء المنظمات ومحاسبة أصحاب الأياد الطويلة واسترداد الأموال المهدورة لضمان توجيه المزيد من الدعم للشعب اليمني بطريقة شفافة وفعالة التقرير تحدث أيضا عن وجود تناقضات وتضارب مصالح فادح واضحة للعيان من خلال تناوب وتبادل أدوار بين شخصيات تتولى مناصب في الشرعية ولديها منظمات محلية أو تعمل لصالح منظمات دولية بهدف الصيدرة الكاملة على أكبر حجم ممكن من ملايين دولارات من التمويلات الدولية الموجهة لدعم الشعب اليمني خلال فترة الحرب تقارير استقصائية عديدة أشارت إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائية تلقى تمويلات لنزع الألغام في اليمن غير أن جزءا كبيرا من تلك الأموال وصل في نهاية المطاف إلى ميليشي الحوثي التي استخدمتها بدورها في شراء وزرع المزيد من الألغام والعبوات الناسفة إحدى الوثائق التي نشرتها الأسوشتايد بريس كشفت أن منظمات اليونسيف قامت بصرف مبالغ مالية ضخمة لم تصل المستحقين بل ذهب أغلبها لقيادات حوثية وكانت تقارير دولية كشفت أن حجم المساعدات الدولية المقدمة لليمن عبر منظمات الأمم المتحدة خلال ست سنوات وصلها إلى 22 مليار دولار ضمن برنامج خطة الاستجابة الطارئة إلا أن الفساد المتغلق في وكالة الإغاثة والمنظمات الدولية وتماهية مع قيادة في أطراف الصراع فاقم أزمة الجوع في البلد المصنف بأسوأ أزمة إنسانية في العالم والذي لا يصل من تلك المساعدات إلى بطون الجائعين سوى الفوتات بينما تبدى دمى بين 50 إلى 70% منها في رفاهية موظفيها والعاملين معها ترجمة نانسي قنقر